من ضمن الأخبار اللي دايماً بنبقى بننبسط ليها وبنفرح بيها وبننبسط بالإطار اللي شغالين عليه في هذا الأمر عندي صحيفة الوطن سيد محمد أبو عمرى بيقول لحضراتكم إن فيه قرار جمهوري بالعفو عن زاكي والباكر زاكي مين اللي هو السيد باتريك زاكي ومحمد الباكر طبعاً سيدة الرئيس دول كان فيه صدر في حقهم مجموعة من الأحكام القضائية سيدة الرئيس انتخل بحكم سلطاتي الدستورية استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى الساسية إذن باتريك زاكي ومحمد باكر زي ما حضراتكم شايفين وخارج أسوار الحبس يعني أو برا الإطار بقى أو في بيوتهم وقرار رئاسي بالعفو عن باتريك زاكي ومحمد الباكر وآخرين وأن الرئيس استخدم سلطاته في حضرته حتى برضو هنلاقي في الأهرام خبر كده برضو عفو رئاسي عن مجموعة من الصدر بحقهم أحكام قضائية وازمنا شادي عبدالله ظلط في هذا الإطار وبتكلم عن أن العفو الرئاسي ده عن هؤلاء يأتي في إطار السلطات المخولة إلى رئيس الجمهورية في هذا الإطار في السياق نفسه ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس بالإفراج عن المحبوسين كما توجهت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر للرئيس لإصدار قرار العفو ده شيء إيجابي الحراك اللي موجود زي ما نحردتك وإحنا كنا بنتكلم على مسألة الحوار الوطني وتنسقية شباب الأحزاب أحلى قبل كده اتكلمت عن تنسقية شباب الأحزاب يعني شاهدتي في الإطار ده يعني يمكن ناس كتير دول مجموعة كبيرة من الشباب في تنسقية شباب الأحزاب والقوى السياسية مجموعة مثقفة بتراعي الحقيقة كل متطلبات المرحلة بتحاول بقد إمكان تتقدم بمقترحات لحل حالة بعض الأمور وعمل حوار رائع جدا ما بين القوى السياسية وبعضها وما بين الدولة في هذا الإطار بنشوف الحوار الوطني القائم في هذا الإطار لا ستقول لك والحوار الوطني بيعمل إيه لا هو فيه مخرجات الحوار الوطني فيه حوار الحوار الوطني فيه جديد الحوار الوطني بنشوف لا بتشوف حواري أنا بشوف الحوارات دي وبشوف الجهد الجميل اللي معمول في قناة إكسترا نيوز في هذا الإطار والصدافتهم لكافة الأراء اللي موجودة داخل الحزارة ونقل الجلسات والمناقشات والحقيقة طبيعة الحوار في الحوار الوطني وطبيعة الحوار في تنسيقية شباب الأحزاب والمجموعة اللي لا الحقيقة شيء مشرف وانا يعني ان شاء الله بإذن الله الفترة القادمة تكون أفضل وأفضل وأفضل في هذا الإطار لأنه احنا في الأول والآخر احنا هدفنا هو بلدنا واستقرار بلدنا ونمو بلدنا وتطوير بلدنا في هذا الإطار